يعني الرسالة العبرانيين بالصفة عامة بتتكلم عن المسيح الأعظم أعظم من كل حاجة المتفوق المتفوق أعظم من الملائكة باعتبار لهوته أصحح واحد أعظم من الملائكة باعتبار نسوته أصحح اثنين أعظم من كل الأنبياء أصحح ثلاثة أعظم من كل الأباء أصحح أربعة أعظم من كل الكهنة أصحح خمسة والتمانية أعظم من الهيكل بمجتملاته ففي أصحح اثنين بتكلم عن تجسد المسيح المسيح أعظم من الملائكة باعتباره إنسان باعتباره إنسان لكن ليه جاء إنسانا فالأصحح ده أكتر أصحح في الكتاب المقدس بيتكلم عن الموت بحص اللفظ خمس مرات الموت وأكتر أصحح بيتكلم عن تجسد المسيح وغرض تجسد المسيح ثلاث مرات نقرأ لكي وتلاث تعبيرات عن تجسد المسيح وكل مرة لكي فنقدر نقول نربط بقى الموت برعبه والتجسد حل مشكلة الموت مجيء المسيح حل مشكلة الموت عفوا فخلينا نفوت فإذا في الموضوع لأنا كنت ذكرت خمس مرات مذكورة كلمة الموت وكله يعني للأحبة اللي بحب يقرأ من كلمة الله موجودة في الرسالة للعبرانيين عبرانيين إصحاح اتنين ويمكن تتبع معنا يعني حتى نشوف هذا المضوع تفضل يعني خمس مرات الموت فنقرف عدد تسع عن ألم الموت ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة المسيح بتجسده وضع قليلا إلى حين أو يمكن في رضبة أقل من الملائكة جاء إنسانا لكي يكتسب إمكانية للموت ليه؟ لكي يزوق بنعمة الله من أجل ألم الموت يعني جاء المسيح في الرضبة أقل من الملائكة لوقت معين من أجل ألم الموت جاي مخصوص يموت الناس فاكرة أن المسيح مسكوه اليهود يحرام وأكبروه وهو ما عرفش يخلص نفسه ما فيش الكلام ده المسيح جاي يموت الناس بتموت لأنها ولدت أما المسيح فقد ولد لكي يموت جاي يموت محدش أكبر على حاجة يدع اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطير فهو هيزوق ألم الموت الموت ليه طعم مر المسيح هيدوق ألم منه وبعدين طعم الموت بيقول من أجل ألم الموت ليه ألم الموت ليه ألم وليه طعم مر لكي يزوق بنعمة الله الموت وبرضه يعني أنا لما حموت حدش حيضر أقول الأخ فايز مات بنعمة الله لأ مش حموت بنعمة الله حموت لأن ده شيء طبيعي لما المسيح لما يموت ده دي نعمة إزاي المسيح يموت رئيس الحياة يموت إزاي دي الموت أجرت خطية والمسيح عمل إيه عشان يموت فهو لما مات دي نعمة فده يعني ده طعم الموت داء المسيح بنعمة الله طيب سلطان الموت الإبليس له سلطان الموت يعني سلطان في آية 14 المسيح تجسد فإس قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما ليه لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس إبليس له سلطان توقيح حكم الموت على الخاطئ ساعة من الخاطئ حيموت اللي هيوقع حكم الموت عليه إبليس اللي بيحدد معاد الموت وكده الرب القاضي حكم بإعدام الجاني بس القاضي ما بيروحش السجن يوقع حكم الإعدام على الجاني فيه واحد عندنا في مصر اسمه عشماوي بيشنق أو يوقع حكم الإعدام إنما اللي حكم بالإعدام القاضي الكبير المستشار فاللي بيحكم بالموت الكبير اللي ليه الكلمة الأولى والأخيرة إنما اللي بيوقع حكم الموت على الخاطئ إبليس الشيطان فهنا ليه سلطان وله سلطان الشكاية دول خطاء يموته يقوله أوكي الرب وبعدين الخوف من الموت يعني لكي يبيد بالموت ذلك الذي لهه سلطان الموت ويعطقنا نحن الذين كنا كل حياتنا خوفا من الموت عبيدنا الموت مرعب والناس خايفة نفسية قمسة عشر النفس Forget الناس خايفة من الموت خوف الموت فيبقى عندنا ألم الموت وطعم الموت والخوف من الموت وسلطان الموت بس المسيح بقى في سلطانهم وساطة الموت يقدر المسيح بالموت يضح حجر الأساس لإبادة ذاكا الذي له سلطان الموت بالموت اللي في يدين يسأل ليه الشيطان ليه السلطان أيوة قصة الجميلة في خروق سمويل الأول 17 الشعب مزل 40 يوم وجليات كسب نفسهم وزللهم وبيتجدف عليهم وعلى إلههم وبيقولوا طلعوا لي راجل مفكومش راجل صراحة مفيش راجل لغاية ما جالهم داود بن يسا كانوا مرعبين مرعبين جالهم داود بن يسا داود داود محبوب يهوى يسا يهوى هو حتى الاسم جميل وجه بالضعف خمس حجرة ملس من الوادي وعصى الرعي ومطلع الرعي وخبطوا حجر ارتزى الحجر في جبهته وقع المماتش لأ حيموته فرح له خد سيفه اللي في ايده قطع له رقبته بيه بسيفه قطع له رقبته وأنهى المشكلة والمسيح اللي في ايدك سلطان الموت حاضر حقابلك في هذه المعركة وبالموت زاق المسيح الموت ومات فعلا ودوفنا تأكيدا لموته بس انتصر على الموت وانتصر على الشيطان بسيفه بالموت موسيقى